خذ مثلاً موضوع القراءة عبر الأدوات الحديثة الآن عبر السكايبي وعبر النيت وعبر التليفون الآن كثير من الناس تتعلم عن بعد سرقت من لساني كان هذا أحد الأسئلة هنا فماذا نفعل؟ فهذا الموضوع طرحنا على المجلس العلمي وبقي يناقشه فترة طويلة وما الذي توصلتم إليه؟ توصلنا إليه أننا لا نستطيع أن ننكر فضل هذه الأدوات في التعليم لكن على أن يكون الصوت فيها واضحاً نقياً كنقائي سماعي منك وسماعك مني الآن ومع ذلك فحتى لا نخل بشرط ما يسميه القراء التلقي والمشافهة قلنا على الأقل يجب أن يكون بين القارئ والتلميذ جزء واحد من القرآن الكريم مباشرة فإن طمأننا على قراءته وأن حروفه صحيحة وأن أحكامه منضبطة ثم حالت بينهم الظروف فسافر أحدهما فلهم أن يكملوا على تلك الأدوات الحديثة كالسكايبي وغيره بشرط أن يكون الصوت نقياً واضحاً فإن فجأة اختل الصوت أو كذا فيتوقفون إلى أن يعود الصوت إلى نقائه بهذه الشروط وللضرورة للضرورة أيضاً يا سيدي يعني لا يصح أن أكون أنا وأنت في مدينة واحدة وأقول لك نقرع الاسكايبي لماذا؟ ما المبرر؟ وكما تعلم يا أخي من القواعد الشرعية أن الضرورة تقدر بقدرها فهذا لم نمنع الموضوع نهائياً ولم نفتح الباب على مصرعه وأعود فأقول يا أخي هذا لمن يقول أريد أن أكون مجازاً أما التعليم لمجرد التعليم فمفتوح أريد أن أحسن تلاوتي أريد أن أتلم تلاوة جيدة بالعقس ممتاز